ما هي الأعراض التي دخلت لنا من خلال الجوالات أو المبايلات والآثار السلبية على الأيوان؟ نعم هناك أعراض يسموها كل الشائعة هذا ما أحكي عليه هو يسموه computer syndrome أي معناته متلازمة استخدام الكمبيوتر لأثر العين هو يسموها مثلا جفاف العين، إرهاق العين، تعب العين هذا يعني من أثر استخدام الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية وحالة أخرى عندنا من قبل مثلا قليل ما تشوف ناس بالنظارات حسنا جديد تشوف الجيل الجديد أو الأطفال أكثر يتم عندهم نظارات قصر نظر عندهم هذا واحد من الأسباب بالبحثات برهنة وأنه سبب هو استخدام الموبايل والأجهزة الإلكترونية استخدام القريب كأنه الجسم يعتقد أنه يحتاج القريب أكثر مما يحتاج البعيد في العين يعوب نفسه أكثر أعراض الموبايل؟ أكثر شيء هذا أكثر أعراض شوه؟ هو الإرهاق والتعب والجفاف للعين يعني مثلا ميه بيض ضغور لا هاي ما يسويها لا شم يسوي؟ يسوي هاي مثل ما قالت تعب العين جفاف العين هذا أكثر شيء بس الثاني أنه يسوي قصر نظر خاصا للأطفال أن الأطفال لما يستخدمون هواء موبايل مثل ما قالت أنه العين كأنه ما يحتاج بعيد يحتاج قريب أكثر شيء فيعود نفسه على القريب فيصر قصر نظر ما يشوف البعيد يحتاج نظارات الوقت المفضل لاستخدام الموبايل خنقول هو حقيقة بالجديد لأطفال أي لأطفال خاصة يسوي بحوثات جديدة يعني خاصة هسا من ساعتين إلى ساعات وحتى هسا نشوف بالصين آخر آخر فترة الحكومة دخلت بحيث حددت الأوقات للأطفال اللي يقدرون يسوون ألعاب إلكترونية تساعات حيث الشركة اللي يستخدم يعني يسوي الألعاب الإلكترونية يعني ملزم بأنه ورثات ساعات يفقد يعني ما يصر أنه يلعب الأطفال بعد يعني اشتركوا في القناة أي